سمو الأمير عندي تساؤل ويحق لك عدم الإجابة تمام؟ من هو الإنسان من وجهة نظرك الذي يستحق أن يقال له والله فلان هذا رجل القرآن بيّن أن هناك فرق بين قولنا هذا ذكر وهذا رجل جميل وجاء ذلك واضحا في سورة النور لما قال الله سبحانه الله نور السماوات والأرض مثل نور كمشكات فيها مصباح وفي زجاجة قال في الآية يهدي الله لنوره من يشاء ثم إذا تساءل الإنسان أين هذا النور يا رب؟ قال الله بعدها مباشرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال نعرف أنهم رجال لأنهم الله وصفهم من فوق سبع سماوات أنهم رجال طيب ما هي صفتهم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما وهم في المساجد ويذكرون الله ومع ذلك يخافون يجمعون الإحسان والشفقة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله وأحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله هؤلاء الرجال وصفهم الله سبحانه في القرآن والله يا سمو الأمير يا رب أقدر أكون وصلت إلى جزء من هذا الوصف حسن صحب ليس المعنى أن غيرهم لا وغيرهم ليس برجل لكن أنا أقصد الله سبحانه ذكرهم بهذا الوصف قال رجال لا تلهيهم تجارة اشتركوا في القناة